معدلي 91 بالسادس ودخلت كلية الطب نتابع الفيديو ونرى ماذا مساءنا وشبا وبناتك اللقائي تتابعوني مثل ما رأينا ببداية الفيديو أنا عبد الرحمن طالب طب مرحلة ثانية بجامعة الكوفة اتخرجت بالالفين وخمسة عشر من السادس مواليد ستة وتسعين اقرأني رح يتخرجون بقالهم سنة من كلية الطب سنة ثانية ومسنة ساتسة حاليا رح يتخرجون بقالهم سنة واحدة هي هاي سنة بس واني حاليا سنة ثانية بيعني متأخر عن اقراني اربع سنوات حاليا انا ويا مواليد الفين تحيين مواليد الفين ها 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 اليوم رح اصالف صراحة انه القصة بمختصر طبعا انا صالفتها بتفاصيل كثيرة مسبقا ولكن الغاية من هذا الفيديو انه اذا كنت انت حلمك انه اقعد فادك فتحلم معين مو الكلية الطب عندك فتحلم معين كنت تريد تتحققها وادى بك بالنهاية انه المعدل هو اللي يحكم عليك بأنه ما توصل الحلمك مع أنه هو المعدل يمكن يكون مو مقياس بالنسبة لي معدلة 91 الآن أنا أدرس الطب وهذه القناة قلبوا بيها رح تشوفون أنه أنا مو بس أدرس الطب أنا أشرح الطب أشرح الطب لأقراني الآن ويايا وحتى أكون يعني سابقيني هم ممكن أشرح لهم ولي بعد أكيد يعني كنت أشرح لهم فأني مو فقط أدرس الطب ومتعثر بي لا أبداً ممتعثر بي أنا أدرس وأدرس أشرح يعني ولكن ما دل 91 فال91 مو مقياس بالنسبة لي ما كان بالنسبة لي المعدل هو المقياس مو يعني معناته أنه أنا لازم أطلق بالإسلامية وبالعربي معدلات عالية حتى انقبل الطب هو مو مقياس للطب أبداً بهذا المعنى فكثير من الطلاب صراحة أنه راسلوني أنه أنا معدلي 96 وانقبل الطب موازي وأحس نفسي أنه أنا مقد الطب لأنه اللي ينقبل طبي ينقبل بمعدل 99 بس أنا معدلي 96 وأحس نفسي أنه أنا مقد المسؤولية وخاف ما أدبرها حبيبي أنا معدل 91 والحمد لله قاعد أدبرها الحمد لله قاعد أدبرها فأمشي أمشي بمشوارك ولا تهتم أبداً وأبداً هو مو مقياس صدقني أكو معدلاتهم 99 وفيش لو بالطب بكل معنى الكلمة فيش لو بالطب وأكو منهم لا أنه تأخر سنة أكو منهم دور ثاني أكو منه ولا آخره فمو شرط أنه أنت تكون معدل 96 يعني لازم تكون متعثر بكلية الطب أو ممكن ما تدبرها لدرجة أنه تفشل لا أبداً هذا مو مقياس أنا معدلي 91 91 يمكنني أقل معدل بدفعتي صراحة ولكن بالنهاية أنه إحنا اللي يهمنا هسا بهذا الفيديو أن نسولف أو أنه أنا أسولف لكم وأخبركم أنه شنو اللي ساويت أحد دخني كلية الطب وأني معدل 91 طبعاً نبلش من البداية اللي هي من السادس مع أنه أنا متحدث عن هذا الشيء لكن راح أتحدث عنه بشكل مختصر لأنه الفيديو اللي تحدثت بيك عن 40 دقيقة وتلاه فيديو 32 دقيقة حتى يكمل الفيديو أبو 40 دقيقة فبالنهاية صارت 62 دقيقة عموماً المسألة ما كانت؟ أنه أنا بالسادس درست سنتين ليس سنة واحدة بالسنة الأولى ما توفقت صراحة عندما طلعت بالسنة الأولى أعني أساساً ما كملت الامتحانات يعني جبت 90 بالإسلامية وعفت الباقي يعني ما امتحنت تقريباً ما راح أظل أفكر يعني ما راح أظل أتحدث شلون بعدها أنه سنة ثانية راحت سنة ثانية عدد يعني طلعت معدها 97 بالدور الأول ولكن كنت مأجل كمادة تحنت لني المواد بالدور الثاني طلع المفاجأة شكيت 91 مفاجأة مو حلوة بس هي كانت السنتين بالسات الصراحة كان بها الكثير من الألم يعني كانت من بؤس إلى بؤس أكثر لكن تعلمت منها دائماً صراحة أنه يعني أنا بالنسبة لي الألم علمني هواية صح أنه يترك بداخلك آثار سيئة وأعترف بهذا الشي ويمكن لا يزال لحد الآن آثار سيئة موجودة ولكن بالنهاية أنه تعلمت منه ما حد يتعلم ببلاش ما حد يتعلم ببلاش فمنها تعلمت منه عموماً أنه تخرجت من السنة الثانية بالسادس سنة ثانية بالسادس تخرجت بالالفين وخمسطعش بهذا المعنى والنبأ مع النبأ الـ 91 يعني نبأ المعدل جانب الليل تقريباً الساعة تسعة يجيشي بالليل بهذه الغرفة هذه الغرفة تشهد هذا المشهد تشهد على هذا المشهد استقبلت الموضوع أنني 91 كنت 97 ساعة 91 تعرفون 97 بالنسبة لي كيف كان؟ كنت أنظروا نفسي أنني خلاص دخلت كلية الطب هذا كان 97 شعوني أن دخلت كلية الطب؟ يعني أنني طبيب خلاص هي نظر نفسي فكان هو عبارة عن حافز أكبر حافز مرعلي بحياتي يمكن هو 97 كان محفز جداً كبير أول مرة طلعت مع ذلك بحياتي نفس الوقت أنه كان هو الحجر الأساس حتى أحقق طموحي كنت دائماً أنظر لنفسي أنني عندي هواي طاقات وعندي هواي أشياء أريد أقدمها وأفضل مجال أقدم بي كل هاي الأشياء وأستثمر بي كل هاي الجهود هو مجال الطب وما يريد أستثمر هذه الجهود بغير مجال الطب فكانت هاي النظر على نفسي أنه أراه نفسي بعد 10 سنوات طبيب بغرفة العمليات أرى نفسي بعد 10 سنوات طبيب طالع من المستشفى وراقب سيارتها وراجع إلى بيتها أرى نفسي بعد 10 سنوات طبيب يراكم سيارتها و طالع من البيت وذهب لمستشفى لكي أرى نفسي بعد 20 سنة طبيب يدرس بالجامعة كلية الطب وهو عنده عيادة على مستوى عالي وبنفس الوقت أنه يعمل بالمستشفى يؤدي عمليات على مستوى العالم كانت هذه نظرتي النفسي فعليا أنك لحقق هذا الشيء لا أزال لحد ما يمكن هذه النظرة موجودة لا سأقول أكيد دعنيها إلي بهذا المانا هي تكونت أنظر النفسي ويأتي معدل 91 معدل 91 يعني ما تدخل طب بالعراق معدل 91 يعني ما تدخل طب بالعراق كنت بهذه اللحظة أنه ما بين تقبل الواقع وما بين لا رفض الواقع طبعا أنه أنا صراحة شخصيتي متمرد وعنيد ما أستسلم بسهولة ولا أرضى بسهولة ولا أقلع بسهولة وكانت هذه الأفكار هي هذه السرقلتها عني هي نفسها موجودة براس والدي وهذا اللي ساعدني والدي ساعدني بأنه أسافر للخارج أدرس سنة طب وأرجع كان أحد أقربائنا معدل 87 ولكن كان يسبقني ب يعني 4-5 سنوات على ما أعتقد معدل 87 راح لأوكرانيا مبدت سنة لمدة سنة وتخرج من ناكا ورجع للعراق ودرس طب كمل طب يعني عاد سنة أولى بس أنه كمل أنا كنت أريد أحده نفس الحاد طبعا والدي دكتور بالعلم السياسية درس في الجامعة بيروت العربية درس في لبنان فهذا اللي ساعدني أنه يعني الطريق كان لحد ما معبد الدراسة بالخارج كانت معبدة طريق معبد لأن والدي درس بالخارج فيعرف أنه راح يساعدني بهذا الموضوع وخلاص الأمور ميسرة حتى أني والدي وقتها ووقتها هو مناقشة الدكتورة مالتا رحنا أربعة أيام فقط أنه تعرفت على الجامعة وعشون أنه أسجل على الجامعة إلى آخر لي أنه نوقتها كنت نهاية شهر الـ 12 سافرت أخرت هواء يعني فرحت أنه لهذه الجامعة قدمت أوراقي وكذا إلى آخره حتى أحصل القبول قالوا لي أنه ممكننا قبلك هسة ولكن أنت جاي متأخر أنه إذا دومت هسة يعني رح عليك هو يدرس الأفضل أنه تنتظر أخذت الكتب والمناهج وكذا إلى آخره رجعت للعراق أنه قاعدت فقط أدرس بدني الكتب وعلى أمل أنه السنة جاي بشهر التاسع أطير من العراق أنزل بلبنان أبلش أدرس بالجامعة لبنانية بالحدث وكانها بالحدث ببيروت لا يريد أن يحب يروح لها يعني ممكن يراسلني على الخاص على البوت يعني واني رود عليها موجود أسفل بالدسكريبشن وأني أسهل فلاشون الموضوع يصير وأساعد من هذه ناحية عندي أصدقاء هناك يعني ممكن هماتيني يعني يساعدوا ببعض النقاط فبالنهاية أنه رحت لها الجامعة تاريخ 5-9-2016 السنة هي 16-17 درست بيها بالجامعة اللبنانية بكلية العلوم السنة أولى علوم طبعا لازم تدرس علوم بالأول وبعدها حتى تنتحن امتحان الدخول مع الكلية الطب اللي هو الكونكور حتى تروح لكلية الطب مو أنه أنا حتى لازم أطلع من الأوائل وكذا هو أصعب بكثير من الأول ولكن هو هذا الطريق لكلية الطب كلية الطب بالجامعة اللبنانية تقبل 120 طالب الطريق الوحيد أو أحد الطرق اللي كانت موجودة عندي فقط يعني هي على الطرق الوحيد اللي كان عندي أنه لازم أدرسنا بكلية العلوم حتى أقدر أحول هذا الطرق اللي كان فالمهم أنه درست سنة طبعا ما قدرت أحول يعني ما قدرت أنافس على الطب لأنه المسألة كانت صعبة جدا أصعب بكثير بكثير حتى انقطع النفس بكثير 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 من السادس بكثير أصعب فما توفقت لأنه كانت مشكلة اللغة عندي مشكلة يعني عويصة يعني أنه الطلاب يتحدثون باللغة الإنجليزية بطلاقة مع الأساتذة والأساتذة كلها باللغة الإنجليزية فأكونت أنا في جو كله الإنجليزي الكتب الإنجليزي الأساتذة الإنجليزي الطلاب الإنجليزي وكنت أنا عربي فعنى ما كنت أقدر يعني ما قالت جنسياتهم الإنجليزي لأنني لبنانيين بس ما كنت ستحصلون باللغة الإنجليزية حتى بيناتهم يعني والمهم فأنه بالنهاية ما توفقت صراحة و... يعني رحت الجامعة الثانية هي بلبنان جامعة بيروت العربية بدون تفاصيل كثيرة أيضا لازم امتحان دخول ما ينفع بدون امتحان دخول كل الجامعات المرموقة كلية الطب المرموقة لازم تكون امتحان دخول واحدة منهم كانت جامعة بيروت جامعة بيروت العربية كلية الطب أيضا هي ببيروت كانت قربة للجامعة اللبنانية وهي اللي درس بها والدي هي جامعة أهلية كلفتني بالسنة الوحدة 17 ألف دولار فقط مصارف الجامعة يعني رسوم الجامعة بينما باقي الأمور المعيشة بلبنان صعبة صراحة ويقصد ناحية المادية فأنه كلفتني 5 ألف دولار إضافية فصار بحدود 22 ألف دولار يعني معناتها دفترين و20 ورقة يعني 220 ورقة يعني سأره السيارة دوكسون 2018 في المواصفات فبهذا المعنى فبالنهاية شنو اللي سوئتها درست بهاي الجامعة قبلت طبعا على الطب وكانت بالنسبة لزملائي بالجامعة اللبنانية كان منسبة لهم مفاجأة أني قبلت بجامعة بيروت اللي كانت تحان الدخول معلتها صعب ولكن استفادت من الجامعة اللبنانية لأن درست بالجامعة اللبنانية درست كانت الجامعة اللبنانية دراسة صعبة وليس ممي جيشية لا دراسة صعبة يعني قادت الكتب يعني الكتب هي كتب يعني منها كتب كلها لازم أني كتب كلها أقراها قرأت اللي أقدر عليها واستفادت من عندها وهذا الشيء أهلني لامتحان الدخول بكلية الطب بجامعة بيروت العربية امتحنت بجامعة بيروت العربية طلعت يعني طلعت نتيجة جيدة وقتها الأستاذة قالوا لي انه برافو حتى بالمقابلة انسونا انترفيو مقابلة يعني تحدثه وياه شافه هو انه يعني الطموح والحافز أوكي الحافز مالتي فشافوني انني محفز أساسا لدخول كلية الطب وقلت لهم انه هايش وهيش وهيش عانيت وهيش شرحت الجامعة اللبنانية وهيش بالسادس وهيش 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 وأنه هايش أريد أصر هايش أريد أصر فكل هذا ساعدني كانت المقابلة عليها 20 درجة ومتحان الدخول علي 80 درجة بهذا المعنى درست سنة بجامعة بيروت العربية جيت هسا النقطة هنا البحورية أريد أنقل إلى داخل العراق حتى تنقل من جامعة مثل جامعة بيروت العربية اللي يعتبرها أول شيء يعني هي جامعة رصينة انت هنا هسا إذا أنت طالب مثلين طلع 91 وتريد تروح تنقل أو تريد تروح تدروس وترجع تنقل فمبدئيا أنه لازم منها نتشوف شنية جامعات الرصينة أنا بالنسبة لي رحت جامعة بيروت العربية كانت غالية صديقي صديقي الأنتيم ماتي المقرب دعني أقول صديقي المقرب أيضا درس بمصر أوكي درس بمصر أنا تعرفت عليه هنا أوكي درس بمصر نفس الحالة هو درس بمصر كلفته أقل والجامعة ماتة أقوى من الجامعة اللي درس بها جامعة الإسكندرية بمصر درس أيضا ولكن جامعة الإسكندرية تشرط أنه لازم يكون معدل فوق التسعين يعني تسعين وفوق بينما جامعة الإسكندرية العربية ستين كل شيء كافي بالنسبة لها بهذا المعنى بعدها أنه رجعت اللي لازم أسويه الآن لازم أروح أفتح ملف ولكن قبل أن أفتح ملف لازم يكون مثل ما انقلت أنه جامعة رصينة فدخلت على موقع الجامعة هنا موقع سوري الدائرة دائرة البعثات الوزارة يعني وعرفت أنه جامعات الرصينة اللي يعترف بها العراق طبعاً كانت هذه من جامعة الرصينة هي جامعة بيروت فرحت أنه أنا درست بجامعة بيروت سنة هناك لازم تفتح ملف حتى يفتحوا لك ملف لازم يكون معدلك بالبعثات العراقية أنا بالحقية الثقافية العراقية هناك حتى يفتحوا لك ملف لازم يكون معدلك 85 فما فوق ما عرف يقولون هستسواها 75 ما أدري تقدر يعني هذه الأشياء الشروط هتتغير سنوين كل قوانين تتغير فأنت لازم تبحث بالقوانين ولكن لا يزال أنه الوافدين من الخارج إلى الداخل موجودة وسنة عن سنة قاعدة الصرع أسهل بعض المعنى لأنه إحنا من الجهنانا لازم ندفع الفلوس هماتياً اللي ندفعه هو نفس الموازي ولكن إضافة 30% الموازي السيدة فهم 9 ملايين أنا أدفع 10.7 مليون طبعاً ولكن بالنهاية أنه رجعت لي هنا طبعاً يضيفوا لي 5 درجات هذا يعني وياي اللي صار أنه ضافوا لي 5 درجات أنا مدرس السنة بالخارج فمن أريد أرجع يضيفوا لي 5 درجات صرت 96 96 كانت تقبلني أحد الجامعات معرف صراحة يا جامعة ولكن لأنه أنا والدي أستاذ بجامعة الكوفة فأقدر أحاول مباشرة قبولي صر على جامعة الكوفة لأنه هو أستاذ ولكن أنه حتى ولو كان يعني والدي مؤستاذ فأنه بالنهاية يعني أن قبل المهم بجامعة عراقية كلية الطيب وممكن يعني أنه بعدين ستسر شغلة النقل أنه ممكن حتى مو إلا والدك أستاذ ممكن تدرس يعني ممكن سر لها ترتيب يعني ولكن ما هو منه تترجع داخل العراق وبالنهاية انقبلت وقتها ولكن يعني مسألة هاي أنه إضافة 5 درجات هذه أيضاً تم تغيرها يعني فالقوانين كلها قاعد تتغير لازم أنت تعرف هسا القوانين هي شنو بالضبط حتى تقدر أنت تروح على أساسها ولكن الفكرة الأساسية هي اللي ردت أطرحها أنه أنا ما استسلمت وحاولت دائماً ألقى حلول حتى يعني بلشت هي المسألة من سنة أولى بكليات سنة أولى بالسادس أم يعني ما توفقت أدت طلع 91 ما قدرت أدخل كلية الطب بالعراق سافرت بجامعة لبنانية ما توفقت رحتت جامعة بيروت توفقت بجامعة بيروت وقدرت أنه أحصل على اللي أريده وجاءت نقلت إلى داخل العراق الآن سنة ثانية بكلية الطب جامعة الكوفو هاي كل الفكرة هذا ملخص هذا الفيديو فملخص هذا الفيديو أقول لك أنت اللي كان حلمك شيء معين ما قدرت توصلي لأنه معدلك ما ساعدك فأكو فرصة دائماً أكو فرصة دائماً إنت تصنع على الفرصة أنا لو رايحة هناك ومستسلم بالجامعة الجامعة لبنانية مستسلم قلت لا أنا مرت عليها هذه اللحظة قلت لا أنا بعد ما قدرت أكمل أريد أرجع للعراق أريد أرجع للبلدي أريد أرجع يا ماما وبابا بيتي بغرفتي أهلي وناسي ولكن تغير هذا الشيء قلت لا أنه أنا طلعت حتى أحقق هدف ما أرجع إذا أنا ممحقق حتى الآن بحياتي اليومية أطلع آني مثلاً بالسيارة أنه أريد أدفد مهمة معينة أريد مثلاً أروح مثلاً أنه أشتري هذا الماوس ماوس ماوس ينكسر أريد أشتري الماوس أريد اليوم أسجل ما عندي ماوس أسجل به مثلاً أنه إذا ما لقيت محل مفتوح أروح إلى المحل ثاني ما لقيت هنا أروح إلى المكان ثاني عادي بالنهاية أنه لابد أن أريد أن أجل أن أجل الماوس و أجل البيت ما أرجع بدون الماوس هذه كانت الروحية التي عندي التي خلتني أن أستمر حتى أصل للحلم ما لدي يعني تعرف أنه لو مثلاً أنني فعلاً مستستمر مراجئة للعراق و أكمل هنا هندسة يعني بدل أن يقولون عليها طبيب يقولون عليها مهندس ما أقدر أفتح قناة اليوتيوب هاي هسة اللي سمح حوار حياتي أدور حول قناة اليوتيوب صراحة لأنه ما عدي أي شيء أسوي غير قناة اليوتيوب قاعد بس بالبيت بهذا المعنى ما أقدر أدرس هاي العلوم الطبية اللي أنا أعشقها ما أقدر أدرسها حياتي ما رح تكون مثل ما هسة هي رح تكون مختلفة تماماً ما رح أعرفها هسة إذا شفتها الحياتي اللي هي غير هاي هذا كان نتيجة الاستسلم فالسنة إذا استسلمت وقبلت باللي أنت عليه وخلاص أنه رحت أنت مثلاً مثلاً يعني أحد أصدقائها ماتين واحد وتسعين راح معهد طب تقني بالمنصور أو عاش حياتك بهذه الطريقة سلك هذا الطريق أو توظف بالنهاية سوى هو موظف يعني عاش حياته بس هو موظف ورح يبقى معهد إلى فترة بعدين يحاول كلية وإذا حاول كلية ما رح يدرس أكيد طب وكان هو حلم الطب ولكن قبل بالواقع وبقى بالطب وبقى بال يعني باللي هو به بالمعهد طب تقني بعض المعنى أماني صراحة أنه اردت غير اردت واقع غير وكافحت عده أصل كانت هذه الطريقة اللي الفكرة الأساسية بالموضوع أنه أنا ما استسلمت خلت استسلم لحن أنا أعتقد الرسالة وصلت وأتمنى لكم التوفيق أتمنى لكم الواقع اللي أنت تريده والواقع اللي ينفرض عليكم ولكن قبل هذا أتمنى أنه يكون عندكم الحافز الكافي والأهلية الكافية أوكي والتوفيق الكافي بحيث أنه ترفضون الأشياء اللي تنفرض عليكم واتكافعون حتى توصلوا للأشياء اللي تريدوها أتمنى يكون عندكم هاي العزيمة والروحية والرغبة والمقاومة نلتقي بفيديو آخر لايك سبسكرايب شير كل ذلك حلوات يعني حلويات لا تحرمونا من هذه نلتقي بفيديو آخر موسيقى 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 موسيقى